تفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات هذا وأكد الفريق عسكر حرص القوات المسلحة على المضي قدما في تنفيذ خطط التطوير والتحديث تفقد الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى الوحدات الفنية التابعة لإدارة المدرعات والذي يأتي في إطار اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بالمتابعة المستمرة لعملية التطوير والتحديث للأسلحة والمعدات لمختلف الهيئات والإدارات التخصصية واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشرح مفصل من رئيس أركان المدرعات تضمن آليات العمل داخل الورش الرئيسية للمدرعات وإجراءات الصيانة وتقديم الدعم الفني بالاستفادة من التطور التكنولوجي بمنظومات التأمين الفني الحديثة أعقبه المرور على عدد من الأقسام المختلفة داخل الورش بما يتناسب مع طبيعة المهام التي تكلف بها الوحدات التخصصية للقوات المسلحة ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة للرجال المدرعات لما يبذلونه من جهود لأداء المهام المكلفين بها مؤكدا أن القوات المسلحة حريصة على المضي قدما في تنفيذ خطط التطوير والتحديث وفقا لأحدث منظومات القتال والتأمين الإداري والفني لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق وتطبيقاته في المجالات العسكرية حضر الجولة عدد من قادة القوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر